نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي فاعلية توزيع وقبات ساخنة على 500 أسرى من أسر الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة الإسماعيلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية أحد مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي فعالية توزيع وجبات ساخنة على 500 أسر من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأخثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية استكمالا للتضامن والتحالف بين جمعية رسالة والتحالف الوطني للعمل الأهلي لمشاركة للأسر الأولى بالرعاية بنقدم 500 وجبة سخنة النهاردة لأهلين في محافظة داخل محافظة الإسماعيلية وان شاء الله بنوعدهم بالمزيد في شهر الرمضان ان احنا هنحول الوجبات دي لوجبات يومية توزيع تلك الوجبات يأتي تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ووفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف خطة التحالف تستهدف تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع المحافظات لتخفيف العبء على الفئات الأولى بالرعاية وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التحالف الوطني يعمل كذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2003